تحية لكل متسبيعي الشأن المحلي بتمري ولكل مهتمين بالشأن البيئي كما ترون تواجد منطقة فوق تغزوتو دينايت عمر هنا مصدر لقمة العيش لعديد ساكنة دوار بوالشاتن ودوار بوزدوغو وكذلك الدوار المقابل لنا والمسمى بدوار تغزوتو كل هذه الضوار تعرضت لهجوم من طرف شركات المقالح التي تستولي على الطمي قرب هذه الضيعات الفلاحية ما أدى إلى تدمير الفلاحة المعيشية حيث أخذوا آلاف الأطنان من الطمي المكسر مع أحدث الضرر بيئيا على الوادي من مستنقعات مائية واجتتات لشجر الأرقان وتلويته أيضا بغبار آلة الكسر لقد تعرضنا ليجوم من طرف هذه الشركات التي أضرد بالمنطقة والساكن البسيطة وكذا البيئة ومن هذا المنبر نناشد كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والبيئية للتدخل للحلول دون وقوع كوارث أكثر من مواقعه كما ترون شجر الأرقان الموروط الذي نفتخر به رغم سقوط أنطار الخير إلا أنه لم ينمو ولم يتمر بعد ومن الأشجار ما أعدم كذلك متمنياتي أن تضموا صوتكم لصوتنا من أجل نصر هذا الفلاح ومن أجل حقوق هذا الفلاح البسيط وشكرا مسبقا محمد برغز ترجمة نانسي قنقر